السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات داري معهين نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وهلقاكم الفيديو في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله سنقترح لكم في كوموند اللي خرجتها خصص الأخوات اللي بدأوا والمشروع ديالهم في المنازل ديالهم اللي يكمل عليهم بخير ان شاء الله بإذن الله سنعطيكم أصراء الفقاس باش يكون ملديد ومقرمش وأكيد الثمن وحتى سنحبره معكم ونقول لكم ان شاء الله ستخرج لكم هذه العزنة اللي عطيتكم اليوم اول حاجة كناخد هنا القصرية كنضيف له هذي كرشيشة ديال الملحة ضروري هكا لتصحيح الدوق جوج الكيسان ديال ساندة اللي هما بالعبارة ديال كاس تلعنبال يكونوا عمرين بزاف جوج الكيسان ديال ساندة وانا غادي نضيف ستا ديال البيضات وغادي نحييد واحد سفر يعني الستا ديال البيضات غادي نضيفهم كاملين ومن اللي غادي تبغي تديروا البيضة اللي كتكون هكا السادسة اكيد ضروري ما كتحيدوا هكا واحد السفر للتزيين باش نزينوا الفقاس ديالنا صراحة هذي العجينة ديال الفقاس عندي معتمدة وزوينة بزافو كتعطي واحد نتيجة الفقاس كي يجي لديد ومقرمش في نفس الوقت ما كي يجي ذلك الفقاس اللي يابس خديت هنا ذلك السفر البيض اللي ضفت لي واحد المعلقة او قطرات من الخل باش يطلق لنا ذلك السفر في نفس الوقت تحيد لنا ذلك الريحة ونضف لي واحد مع القادية السريعة الدوابن ونخلطهم مزيان ونخلطهم على جنب دائما كندير هذي العملية انا قبل مليك ندير البيض هكا باش مليك نخلط العجينة ديالي كالقادك سافر البيض اطلق مع قهوة سريعة الدوابن احسن بكثير من اننا ما نديره محتن الاخر باش نتوقع لنا هكا دي قهوة سريعة الدوابن في القسم الفق يعني كسكن تلقات سوف نحاول ان نخلط العناصر هنا مزيان ممكن لكم تخلطوها بيديكم كيفما انا خلط طغيب تعربها كيداوي باش نحاول اننا نخلط مزيان انا دائما كأقول لكم الفقاس ديال كومود متانديروش نهائيا في الخلط الكهربائي كنا نخدموه في القصرية وصراحة كعتكم مياه اكتر وهنا يمكن لكم تخلطوه الاهم انه ضروري انكم تخلطوا مزيان مزيان حتى ذلك السكر سريدة يدوب لكم تماما مع البيض من بعد كتضيفوه جوش الكيسان بالعبار ديالكس كاس العنباء ديال الزيت الكاس اللي عبرتو به الثاني دا كتعبرو به الزيت وكتبقه هو اللي غادي نكتعبرو به انا عندي جوش الكيسان انا هنا راني نضاعف المكونات انتوما بغيتو تديرو غي كاس كاس اكيد كتديرو وبالنسبة لسستة البيضات كتديرو اربعو كتحيدو واحد الصفر يعني ان ذاك بايض بايض غي كنضيفو فقط انا كندير مزهر انا كندير مزهر انا كندير مزهر باش كيعطي واحد المعداق اللي زويل الفقاس وانتوما اكيد بغيتو تعوضوه بالماء بغيتو تعوضوه بالماء ولكن مليك تعوضوه بالماء اما كتديرو اذاك السكر منكه بالزهر اما كتضيفو قطارات منروح الزهر سوف يتبقى و تخلطوه مزيان مزيان حتى ينسجمو جميع المكونات يعني ضروري اننا نخلطوه مزيان وهنا كنضيف اللوز بالنسبة لها الكيميارا كنضيفو احد الكاس زيال اللوز اللي كيكون عامر مزيان بالنسبة اللوز ما ترطبوش ما ترقضوه في الماء سننضيفو كيف ما هو كنحاول اننا كناخدوه تنشلو او نمسحوه مزيان مزيان سوف ينضيفو يعني ماشي ضروري انكم ترقضوه نهائيا و من بعد سوف ينضيف هنا يوحد الكاس ليكون عامر مخلط مبين حبيت حلوه منافع و الججلة اللي كيكونوا كم نقين مزيان و نحاول اننا نديرهم سوف نحاول اننا نخلط المكونات كلها حتى يتجنسو وهذا كل اللوز ما كيبقاش لياغي في بلاسة واحدة نحاول اننا ننزعو بشكي يجيها كاف العجينة كلها و غادي نضيف باضافة دقيق بالنسبة للدقيق هنا استعملت النوعية الجيدة بالنسبة للدقيق العادي غير يسراحة ما كتردوش البال اراه تماما نفس الفرق يجي بحل بحل الدقيق الابيض اللي كيكون نوعية الجيدة بحل الدقيق الابيض اللي كيكون عادي ما كيكون شكل لون ديالو بيض غير هو من اللي كنا بغيو نقتصدوك نبغيو نخلو الدقيق العادي يزعمو انه اقتصادي على اللي ذاك اللي يزوين ولكن هيا هي هي لدك الدقيق العادي كيهزني واحد كيمية كثيرة بزاف كثير من اللي غيو هزلينا الدقيق الممتاز لذا من الاحسن لك انتو بتخد مواكب الممتاز من الاحسن ناتخدمو به ما كيشربش لكم نهائيا نما الاخر كيشرب يعني كتزيدو كيمية كثيرة بزاف وديك الخنشة اللي كتاخدوه كدية دقيق يعني ضغيها كتساري سوفيك نبغيو نضيف دقيق بشوية بشوية من الاحسن لكم ديفوغيو شوية بشوية لعجينة الفقاس ما تتبغيوش نهائيا نشي قاسحة لقد تشكلوها حري بلات كتبقى كتفرتت لكم في يديكم يعني ضروري تكون هكا شي شوية كتلصق في الوقت متلصقش لكم في يديكم ولكن ما تكونش قاسحة نهائيا وبنسبة الدقيق اكيد كيبقى على حسب الخالد لا بغيتش نعطي كيمية لانه كيبقى اختلف على حسب النوع واكيد حل حجم البيض اللي غدي تستعملوا لذا انا غدي نوريكم قوام دي العجين وانتم ما غسبقاوا غدين عليها خصوصا اخوات هكا اللي كي يخدموا لي كوموند اخوات اللي بغاوا يوعدوا يخدموا لي كوموند الله يستهل عليهم انسان غير تتوقلوا على الله وبإذن الله ربي غدي يجيب الخير والتي سير وانا دائما كل مخرج ان شاء الله شي كوموند انا غدي نشاركها معكم بإذن الله هادي هي العجنة ديالي لاحظوك جي عجنة هكا اللي كبيرة ولكن في رفص الوقت ما تقصحوهاش نهائيا ما تجيش قاسها بزاف لاحظوك كي تجي كتجي رطبة نحاول اننا ناخدها ونديرها نفس سطح العمل ونقطعها هكا يا كويراس على حسب الحجم ديال الفقاس يعني هاد الكويراس بغيتي الحجم ديال الفقاس ديال كي يجي كبير كديري واحد الحربو اللي كي يكون كبير بغيتي الفقاس ديال كي يجي كمميين كديري حربو اللي كي يكون مميين وانسي غادة يعني ذاك الحجم ديال الفقاس كتتحكم فيه انتي في هاد الحريبلات اللي كتشكلي انا هاد العجنة كنقسمها على خمسات الحريبلات وبعد المرات كنقسمها على ستة ديال الحنابل هنا يا واحد الملاحظة ما اعطيتها ليكم اضفت الخميرة بالنسبة للخميرة الحلويات كنضيف كيس ونصف فقط يعني ما كنضيفش اكثر غير خمارة ونصف كافية البنات لان الفقاس ديالنا بغينا ندخله الفران ويبقى محفظ لنا على شكل دياله غير يتنفخ شي شوية ويبقى محفظ على شكل دياله ما بغينا شي تنفخ كتر من القياس غير خمير كثير من القياس غاد يدخل ويكونون متأكدين غاد يتنفخ بزال كثير من الجد وغاد يتترطق كأننا ندخلنا شي غريبة باش تشقق لنا من الفق لهذا كيس ونصف فهذا العجنة راه كافي انا شكلت الحريبلات ديالي ودائما كل ما كنشكلهم كتبالية شيل وزاة ندخلها كنحاول انني مرة مرة نخبطها كذاك الحربول باش يلكن ذاك الهواء لكي يكون داخل باش ميجيونيش فاراغات مرة مرة نخبطها كوكان قد وكنشكل الحريبلات ديالي يعني انا هنا هنا بعد مرة تكنشكلت الستة وحتى الخمسة ديال الحرابل واكيد كتتحكموا في الحريبلات درتوهم طوالا غيجيكم فقاس صغير درتوهم هكا شوية قصارهم طيب زين غيجيكم فقاس اللي كبير مهم بعدهم على بعضياتهم انك يزيد الضعف الحجم ديالهم اللي كندخلهم الفران لدي الفران عدي ممشعولش نهائيا عندي فران بارد خديدك صفار البيضاء اللي كندرنا معقه وسريع الدوبان مع القديل اللي خلطناهم زيال وتندهنوا بهم بالفقاس هذي حاجة اللي بينا وكن بدك نشرط هكا كندير تزيين بهذا الشوقة يعني هذا تزيين لتقليدي وواضح وباين وقد نوريكم ان شاء الله حتى الطياب دياله في الفران طياب دياله من اهم الحويجات ديال فقط باش كي يصدق لنا ميطي باش كتر من جهد باش ميت تقرمش لكم هنا عندي الفران اللي بنات دخلتو على فران بارد لاحظوك نقص الفران بارد الفقاس ديما ما تيبغيش نهائيا فران يكون سخون ولا عندك شي كوموند ضروري اول حاجة كتبدي بها هو الفقاس باش تدخلي على فران بارد وما تتخرجي شي بقان يكون فران سخون يعني تبدي هكا بغريبة كتبغير فران سخون هنا يا عفلي مهيلة من التحت يعني شمع وريتها لكم وحتى ذاك الباب ديال الفقاس كنحاول انه يكن ينجوش لبيبيركي الباب اللي كتكون فيه السقطة كنسدو والباب الاخور كنخليه بنفس يعني ما كنسدوش تماما كنخليها كم هو ويعلاش لانه معروف فران ديال الغاز كي سخون بزاف لهذا لا سخن بزاف غاي ترتقلينا وغايقصح لنا الفقاس ديالنا من جنبه من الفوق ومن الداخل غادي بقى خضر يعني انتمنى تكونوا فهمتوني الاهم انه كياخد لي واحد الساعة ديال ما قلنا هو كيطيب ولكن لا عفية شمعه يعني عفية مهيدة مرة مرة وانا كنحل عليه ومن بعد كنشعل عليه من الفوق غري تذهب لون دياله وكيش شوية ماشي بزاف ما نقصحوش يعني يجي قاسح سوف من اللي كنخرجهم هو مسخانين كناخد واحد المنديل اللي كيكون هكاية نشوف كنديرو فلماء ونعصره مزيان وكنغطيهم بمدير بلاستيك ونخليه يبتل الصباح بعد ما باز كنمدى كنقطع فيه لاحظوا كي تقطع ما كي يجوش نهائي تكسورات سوف يجربوا هاد النص احلي اعطيتكم ديال الفقاس وكونوا متأكدة غادي ينجح معاك وغادي تخدم الفقاس ديالك بحال الشراب المام غايبقاش نهائيان يخلعك هنا قديتم حاولت انا ينقدم هكا باش يطيبوا لي طيب واحد ودوك اللي كيكونوكا في الجنب قصي ورين درتم هكا يا يعني يبقى لي الفارغ ودرتم هكا سوف ندخلهم ضب الفران سوف نرى كيفاش نطيبه باش يجي التحمير دياله بحال اللي كان يطيب في الزنقة بلس بالفران ما تنديروش هكا من الفوق ونشعل عليه العافية من التحت ما تنديروش لانا يلادرناه وشعلنا عليه العافية من الفوق منه يعني يلادرنا الفوق وشعلنا ديك العافية من الفوق منه كتشوته ضغيئة تلهبه كتتحمله ضغيئة ضغيئة ما تخليش له تحميره وحده وفي نفس الوقت ما كيجيش نمقرمش وما كيبقاش مقرمش للكليان لهذا تنديروه في الرف لتحتاني قاع وشنشعل عليه من الفوق وعافية اللي كتكون مهي لو كان خليه يلاحظوك كيجي اللون دياله هنا راني بديد كان حمر كيجي اللون دياله صراحة مذهب وكيجي ذاك اللوز لداخل كيجي مقرمل يعني كيجي مقرمل ذاك اللوز وهنايا بالنسبة لذك الشي اللي كيكون بقالية ديال الضياع هو هذا صدقون السكين كان قصير،iliaها بها سدقوني كيجي الكيمي MUSIC ثلاثة ديال الفقاسات وكما اضعوا فقصة سوف يأخذ هذه الفقص كما الناس سوف يساعدوا منها وما يترك بعض القرام سوف يأخذون لدى قطار تحمرهم فقصة يجب عليك التبصيل يتشعر حماية كل الفقصة من العائلة وسوف يجب عليها فقصة ونصبت نحن العجنة تقوم بفقصة بأن تفقصة في نفس الوقت ونقوم بفرشة بأي بلاستيك حفظتنا على حلوة ونقوم بفقصة تكون منظمة وضروري الفقاس ديالكم او الحلوة بصفة عامة تحاولوا انكم تقدوها باش حتى الكليان اللي تعطيوها لها كتكون سهل عليها ان تقدها في علبة ديالها صدقوني هذا الفقاس غادي يعجبكم وغين الاعجاب ديالكم 8 دياله كنبيعه ب70 درهم بالنسبة لفقاس 70 درهم كيلو عبار الكيلو ودائما كندين هنا كارت فيزيت خصوصا لكاند الكليان اول مرة غادي تاخد عندكم شي كوموند يعني ضروري ما كندين لها كارت فيزيت انما كتكون ش عندها كيكون غيشي حتى تعطيها النمرة لهذا من الاحسن انكم تعطيوها لها كباش تكون عندها وبالنسبة هنا يعني يعني عبرت ووريتكم حتى ديك اللي ما فيها شنهائي اللوزة وكتكون كتتبقى لكم هاديك رهما كتديروها شنهائي الكليان كتحتفظوا بها انتم لكم كتاكلوها اكيد صافي هنا يا بعد ما قضيت الكيلو ديالي وعبرتم زيان هنحاول اني ناخد هنا سينتا وغادي نقضو كأن الكليان اخدته من المخبزة واحسن قاع لاش كنقول احسن لان من اللي كالاكليان تقول لك صوب لي الحلوة كوني متأكدة انك تصوب هاليك اللي كنتي كنت تعجن هاليك كنت اخدي حلوة جديدة يعني سخونها من الفران اما انا مشينا المخبزة كان اخدو دك الشي اللي كينتقدر تكون الحلوة تمحت شهر شهرون سعلى حسب يعني الجودة ديال ديك المخبزة وش كيجيو عندها الكليان بزاف او للا لما كانوش كيجيو الكليان بزاف وما كانوش كياخدو الناس حلوة بزاف راكتب قطمة واحد المدة وكتبع مشي بحال كأننا تخدمت هكا فطار يعني كوني متأكدة انك تكون شي حاجة جديدة وشي حاجة نقية خصوصا اننا ضروري نخدموها يعني هكا يا بحويجات اللي وخا كانت زيدو شي شوية في التعمال وكان اخدوهم ولكن ضروري بش تكون الجودة اللي تكون زبينة وتكون احسن سوف نحاول ان نديرها بالسينة مزيان مزيان ضروري لبنات صراحة ان كانت هكاكليان عندكم اللي بعيدة ديروا لي هالسينة ترى السينة التمن ديالها جيد مناسب وكتبقى بزاف كتبقى بزاف كتبقى على هاد الكريتين نتمنى تكونوا استفتوا تخليوا لي اراءكم وتعالكم اكيد سمحوا لي هالعجنة هاد العجنة راكتخرج لكم جوج كيلو وشي حاجة يعني كيبقى لكم متاكنوا انتم ما افرط الاسرة ديالكم يعني هاد جوج كيلو اللي كتخرج نتمنى تكونوا على خير وللقاء مع السلامة تحياتي لكم